أحمد لله المستحق لجميع الكمالات خالق الأرض والسماوات نحمده سبحانه على جميع الحالات ونشكوه على نعمه المتواريات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أبو حمداً عبده وعسوله إن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد بن عبد الله زكاه ربنا في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم نعم يا عباد الله إنه سيدنا محمد الذي تحن إليه القلوب سيدنا محمد الذي تطيب به النفوس سيدنا محمد الذي تقر به العيون فيقول أنا محمد فيقول بك أميرت أن لا أفتح لأحد قبلك الحمد لله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق والجيب يؤنس الوحيد ويهد الرشيد ويذهب الوحشة عن الغريب من أعطاه تولاه ومن غفل أنه لا ينساه نحمده تباك أتعالى ونرجوه الرضا والرضوان وأشهد أن لا إله إلا الله المعلمين الرقيب وأشهد أن سيدنا محمداً عبده وعسوده بالنسبة للملاحظات عندما نكون نقوم في الخطبة لا يجب أن نتوزيع النظارات لها بسوية لا تكون السرعة في الإلقاء تتعني بعض السرعة في الإلقاء كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون الإنسان يحاول أن يخطئ في الآيات القرآنية هكذا فهمنا محمد الأمين فتح الله عليك وبرك الله فيك نتعلم عن مسيرتي صلى الله عليه وسلم الحمد لله القائل يا أيها النبي إنا رسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا لله المفارد باسمه الأسمى المختص بالعز الأعز الأحمى الظاهر لا تخيلاً ولا وهما وسع كل شيء رحمة وعلما أسبغ على أوليائه نعماً جما وبعث فيهم رسولاً من أنفسهم أنفسهم عرباً وعجما وأرجعهم عقلاً وحلما زكاه روحاً وجسما وحاشاه صلى الله عليه وسلم عيباً واصما فآمن به واتبعه من كذب له في مغنم استعادة قسمة وكفر به من كذبت له الشقاوت حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيب الدعوات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كيف للحديث أن لا يكون ذو شجون ونحن نتحدث عن أعظم شخصية ممن يخوضون لجج الحجج ويجمعون جواهر ولا آلئ وذرر ومعاني اللغة لو اجتمعا هؤلاء لن يستطيعوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله تعالى بتحية طيبة مباركة من عنده سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته دائما في إطار النشاطات الثقافية الخاصة بمدرية الشؤون الدينية والأوقاف وبمناسبة المولد النبوي الشريف نظمت مسابقة الخطيب الصغير والهدف منها يعني اكتشاف المواهب من أبناء المدارس القرآنية وتشجيعهم للمضي قدما إن شاء الله تعالى في طلب العلم وحفظ القرآن وقد مرت المسابقة في ظروف جيدة والاختيار يعني سلم التقييم في هذه المسابقة يكون يعني من طريق نبدأ أولا بشيء بالهندام الهندام أو الشارة يعني اللباس كذلك طريقة الإلقاء يعني نبارات الصوت وحركة الأيدي توزيع النظارات كذلك عدم والاستشهاد بالآيات القرآنية تكون في موضعها والأحاديث النبوية كذلك وعلى الأخطاء اللغوية كذلك لذلك يكون تقييم الطالب يعني حسب هذا السلم فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونسأل الله عز وجل القبول والمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر